اللي انت شافه من وجهة نظرك وتقول لي عليه ده شاطر اللي هو ممكن يعمل ايه؟ انه هو دايما تلاقي فرقته مستمرة بشكل كبير جدا في الدورة كله باغلبية الوقت بمستوى ثابت وانت ضامن اللاعب المصري بمستوى ثابت تولد المساعد؟ لا انت بتتفرج في الدورة كابتن في فرق الدروب بتاعها هو تعادل وتبقى جودة الاداء حتى الحلاوة والشراسة والتاكتك بتبقى اغلبة الوقت في الدورة بصفة 70-80% في فرق كده والاهلي حققها ببعض السنين بشكل كبير جدا من ايه تزد الدورة بشكل 80-70% من واحد الحلاوة وان انت تقعد تتفرج وتستمتع وفرقة كتير جدا بتنفذك بس كل واحد على حسب هو بيلعب على ايه؟ في فرقة بتلعب على الدورة في فرقة بتلعب على الوبورة في فرقة بتلعب على مراكز الرابع على حسب الغرض من الاستمتع انت بتؤمن بفكرة اللي تكسب بيه يلعب بيه؟ لا خالص ده كده المقولة دي بتاعة التفاول والتشاؤم اهو الله هل التدريب في مصر كفاءة ولا علاقات ولا خلافة ولا ايه اللي انت شاهدت؟ مصر كابتس انا مش عايز اعمم لا مش تعمم ما احنا بنتكلم ده احنا بنصلح من حل طيب اقولها ده كان حاجة فضل اه اللي عايز حاجة يسعى ويصمم يوصل لها كويس حتة اللي بيوصل بالعلاقات وبيوصل بامور مش قد مستوى بيوصل وبيقع بسرعة لكن اللي دايما هو مجهز للموضوع ده وبيتسعى وبيحارب وبيوصل بيوصل وانت على اسبيل المسالة كابتس انا مفيش حد ساعدني انت اطورت من نفسك لا مفيش حد ساعدني انا مش فيسبك من التطور ساعدك في ايه؟ ان انا اوصل في مكان معينة ايو ايو طبع ما انت قلتها هو كل واحد بيسعى لنفسه انت دايما لما تلاقي نفسك تشتغل كويس هتلاقي نفسك في ناس بتزوءك قدام تشغل كويس وبتعمل حاجة بزوءك قدام بتعمل حاجة جديدة بتزوءك قدام لغاية انت بتوصل لحاجة انت بتحققها طموحك حد يكلمك من المنتخبات الوطنية؟ يعني كان حصل كلام منتخب الأولومبي بس يعني وبعدين بس هو يعني انا اطالب شوات حاجات مثلا حاجات معينة لان انا دايما لما بجمسك فرقة ببص على الفرقة اللي موجوده بحل الأداء انت بص سلو قدام يعني بص سلو قدام يعني ما حصلش نصيب طب ليه طيب ما انا عوز اعرف ليه؟ بص يا كابتن فيه فرق اننا فيه أجيال مختلفة حتة التعميم من المنتخب مصر قوي على مره العصور اه دي حاجة كويسة اه نقولها لكن فيه حاجة اسمها أجيال وتوقيتات فيه أجيال بيحصلها ضرب المنتخب بيحصلوا ضرب وفيه توقيتات المنتخب بيوصل لأعلى مستويات زي حال الدنيا يعني انتشاف ان الفترة دي فترة للضرب؟ ليه المنتخب الأولومبي بتاع كابتن الشوق غريب ده كان مش يوصل لدور التمانية كان ممكن ياخد مدالية نعم لان الفرقة دي عادت فترة أغلبيتها بيلعبوا ده منتخب كبير وبيلعبوا دوري ممتاز أساسي في فرقة كبيرة في الدوري وبتاخد الدوري والكاست كلام ده وتعب أفريقيا وفترة كبيرة زي ده ان الكورونا أجلتها سنة فاللعيبة دي عندها صقل أكتر الجيل اللي هو جاي بتاع المنتخب الأولومبي جيل عايز تعب أكتر مش زي الجيز ده جاهز أنت مش عاوز تتعب معاه شوية؟ لا مش فهمني كبتك لا أنا فهم أنت تقصد إيه؟ أنا مش عايز أقول إن أنا تفتح سدرك وتقول أنا هجيب لك حتة من السماء وأنا هجيب لك مدالية كبيرة لا اللي أنا شايفه إن أنا أعمل لك جيل كويس تقدر تساعد إن هو يحصل تواصل مع المنتخب الأولومبي لأن أفكار المنتخب الأولومبي غير أفكار المنتخب الكبير أيها طبعا طيب أفكار المنتخب الأولومبي أنت عايز تساعد عارفت تعمل نتيجة وتوصل ده حق كويس طبعا لكن عارفت إن أنت توصل ستة سبع لعيبة من جيل تدخله أساسي في المنتخب أنت نجحت بشكل كبير ده مكسب كبير أنا كل هم إيه لما تيجي تتعاقد مع مدرب تقول له أنت مطالبك إيه ليه مطالبك دي تناسبني أنا كمدرب أقدر أعملها وأنا مقدرش أه أنت بقول لك أنت مثلا مطالبك أنا ما أتكلمش على الموقف بتاع بكلام عموما مطالبك من وحي الخيال ولا مطالبك على أرض الواقع طب أنت شفتها إيه إنما طالبوا منك كده خلينا نتكلم بصراحة لا المطالبة إن من الحقيقة أنت تحلم بشكل كبير جدا كويس لكن حتة التطابق مع فرقة 97 اللي مع كابتن شوقي مع 2001 لا ما ينفعش لا